السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي اهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة عنشح درس مجاري النيل تسقي الحقول قصة للاستماع من منهج اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي لفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس سيصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب قصة مجاري النيل تسقي الحقول هنقرأ مع بعض القصة في كل صباح اذهب مع ابي الى الحقل للعمل في زراعة الارز فازيل الجسر وافتح مجرى الماء لأسقي الحقول ذهبت اليوم كعادتي الى مجاري المياه لأفتحها فوجدت بطة حسناً معاني الكلمات من ملحق الأضواء في منتصف الكتاب قصة مجاري النيل تسقي الحقول صفحة معناه معناها نقدر بعد كده عندنا المفرد وجمعه الجسر جمعها الجسور مجرى جمعها مجاري عادة جمعها عادات بطة بطة جمعها بطات فأس جمعها فؤوس الجمع مفرد الحقول مفردها الحقل مجاري مفردها مجرى المياه مفردها الماء بيض مفردها بيضة الكلمة مضادها صباح مضادها مساء أزيل مضادها أبقي أفتح مضادها أغلق بعيدا مضادها قريبا الأثليب والتركيب اقرأ ولاحظ هنا نقرأ مع بعض الجملة جلست البطة تنظر إلينا وشعرت بأنها تريد أن تقول لنا شكرا هنا عندنا جلست فعل ماض البطة لام قمرية بأنها بها حرف النون مشدد تريد فعل مضارع تقول فيها مد بالواو شكرا بها تنوين بالفتح عن حل مع بعض تدريبات ملحق الأضواء في منتصف الكتاب صفحة 42 أول نشاط معنا نشاط رقم واحد اختر المعنى المناسب للكلمة الملونة نقرأ مع بعض ذهب الفلاح إلى الحقل صباحا كلمة الحقل معناها الصحراء ولا أرض زراعية معناها أرض زراعية نختار أرض زراعية أزلت حجرا من وسط الطريق كلمة أزلت معناها قربت ولا أبعدت لا معناها أبعدت نختار أبعدت يرى الجماهير اللاعبين في الملعب كلمة يرى معناها يشاهد ولا يسلم معناها يشاهد نستطيع حفر مجرى ماء في الحقل كلمة مجرى معناها قناة يجري بها الماء ولا حفرة عميقة إبا مجرى قناة يجري بها الماء نختار قناة يجري بها الماء نشاط رقم اتنين اكتب جمع كل كلمة من القائمة هنا جيبنا قائمة كلمات وعايز جمع الكلمات المدهنة فأول حاجة معنا الجسر الجسر جمعها الجسور نكتب هنا الجسور بطة جمعها بطات نكتب هنا بطات عادة عادة جمعها عادات نكتب هنا عادات فأس جمعها فؤوس نكتب هنا فؤوس نشاط ثلاثة يقول اتصل جمع بمفرده فعندنا الحقول مفردها الحقل نوصل بيها مجاري مفردها مجرى نوصل بيها المياه مفردها الماء بيض بيض مفردها بيضة نوصل بيها نشاط رقم 4 ابحث عن مضاد الكلمات في الجدول ثم اكتبها هنا عندنا يجيب لك كلمة صباح مضادها صباح مضادها مساء مساء نحطهم في دايل ونكتب هنا مساء ازيل مضادها ابقي فنكتب هنا ابقي ونضع دولها في دايل ونكتب هنا ابقي بعيد مضادها قريب اذي كلمة قريب نحطها في دايل ونكتب هنا قريب افتح مضادها اغلق اذي كلمة اغلق نكتب هنا اغلق نشاط رقم 5 اقرأ ثم اجب اول سؤال معال اين يذهب الطفل كل صباح يذهب الطفل كل صباح الى الحقل نوصل ها بيها ماذا وجد الطفل فوق الجسر وجد الطفل فوق الجسر بطة ترقض على بيضها نوصل ها بيها لماذا لم يفتح الطفل مجر الماء لانه لا يريد ان يزعج البطة نوصل ها بيها ماذا فعل الاب حتى لا يزعج البطة حفر مجرا اخر بعيد عن البطة نوصل ها بيها نشاط ستة اقرأ سماجر ذهبت الى ابي واحضرته ليرى البطة ابتسم ابي وقال انت لا تريد ان تزعج البطة حسنا نستطيع حفر مجرا اخر للماء هات معنى نستطيع نستطيع معناها نقدر فنكتب هنا نقدر جمع الماء المياه نكتب هنا المياه رقم به لماذا احضر الطفل اباه ليرى البطة نكتب هنا ليرى البطة رقم جيم استخرج من الفقرة كلمة بها يا الملكية ابي كلمة بها لا متعليل ليرى عرف نفي لا العلامة الترقيم اللي هي النقط لنهاية الجملة فعلا ذهبت كلمة بها تنوين حسنا نوعه تنوين بالفتح عنحل مع بعض تدريبات الاضواء على الدرس في بداية الكتاب صفحة 111 الف فكر صف الصورتين مبينا كيف وصل الماء للأرض بعد كده عندنا اقرأ واكتشف نشاط الف اخطر المعنى المناسب للكلمة الملونة فهنا عندنا جيب لك اضيق يبعد قناة يجري بها الماء ارض للزراعة تشاهد فعندنا اول حاجة عندنا جيب لك جملة يعمل الفلاح في الحقل الحقل معناها ارض للزراعة نكتب هنا ارض للزراعة يغسل ابي سيارة ليزيل الاتربة يزيل معناها يبعد فنكتب هنا يبعد ترى اخت التلفاز كلمة ترى معناها تشاهد نكتب هنا تشاهد مجرى الماء ضيق كلمة مجرى معناها قناة يجري بها الماء نكتب هنا خفضت صوتي حتى لا ازعج امي وهي نائمة كلمة ازعج معناها اضايق فنكتب هنا اضايق نشاط رقم به ضع علامة الصح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة كان من عادة الابن ان يذهب ليفتح مجار المياه العبارة صحيحة ضع رقم بعد كده يقول ازعج الاب البطط ليفتح مجر الماء العبارة خطأ يفتح الفلاح مجر الماء ليسقي الحقول العبارة صحيحة حفر الابن مجر اخر للمياه بعيدا عن البطة العبارة خطأ نشاط نشاط رقم جيم اعد قراءة القصة ثم اجب لماذا يذهب الفلاح وابنه الى الحقل للعمل في زراعة الارز ماذا كانت تفعل البطة فوق الجسر ترقض على بيضها فوق الجسر نشاط داب ضع كل حرف في مكانه المناسب هنا عندنا لغة لام حقل بنضع هنا حرف القاف تفقى كلمة حقل تزعج نضع هنا حرف الز تزعج يار نضع هنا حرف الياء ازيل نضع هنا حرف اللام مجر نضع هنا حرف الجيم في نشاط بيقول اضع كل كلمة مما يلي في سياق المناسب يبلغ كلمة تزيل يروي نرى تزعج مجرى هنقرأ مع بعض الفقرة الحياة في الريف مملوئة بالمشاهد الجميلة فعندما نسير بين الحقول نغط الفلاحة نرى الفلاحة وهو يحفر مجرى للماء نكتب هنا مجرى ليروي الأرض نكتب هنا ليروي نكتب يروي والمرأة التي نغط القمامة من أمام بيتها نكتب هنا التي تزيل تزيل نكتب هنا كلمة تزيل القمامة من أمام بيتها بهدوء حتى لا نغط الطيور حتى لا تزعج الطيور التي ترقض فوق بيضها فما أجمل الحياة في الريف نشاط واو هيا نقرأ أعد قراءة قصة مجار النيل تسقي الحقول تلات لاحظ واكتشف الأثاليب والتركيب لام التعليل نشاط ألف اقرأ ولاحظ لماذا يطلق على الجمل سفينة الصحراء لأنه يتحمل الجوع والعطشة هنا اللام دي لام التعليل لام التعليل ويسير على الرمال بسهولة لماذا يبكي الطفل لأنه جائع هنا اللام لام التعليل لماذا يتعاقب الليل والنهار لأن الأرض تدور أول نفسها هنا لام التعليل تكتب قبل السبب لام التعليل تذكر قبل سبب الشيء هنا لأن جائع لأن الأرض تدور حول نفسها هنا اللام كتب قبل سبب الشيء لأن يتحمل الجوع والعطش هنا اللام كتب قبل سبب أن جمل سفينة الصحراء في نشاط به يقول صل كل جملة بالسبب هنا يقول تغير الحرباء لونها لتحفظ لتحمي نفسها نوصل بها لتحمي نفسها نتعلم الطب لنعالج المرضى نوصل بها يذهب الفلاح إلى الحقل ليزرع الأرض نوصل بها رقم رقم أربع لاحظ والتعلم نشاط ألف ضع كل جملة أمام السبب المناسب لها هنا جيب لك أشرب الحليبة رضا قارئ مميز خالد لاعب متميز هنا عندنا نغط لأنه يتضرب دائما فنكتب خالد لاعب متميز لأنه يتضرب دائما نغط لأكون بصحة جيدة يبقى أشرب الحليبة لأكون بصحة جيدة نغط لأنه يقرأ كثيرا فنقول الرضا قارئ متميز لأنه يقرأ كثيرا في نشاط به ضع كل سبب تحت الجملة المناسبة له هنا يبقى تطعم صغارها تتنفس بها طعمها لذيذ فهنا نقول للأسماك خياشيم لتتنفس بها فنكتب هنا تتنفس بها أحب الفاكهة لأن طعمها لذيذ فنكتب هنا الطعمها لذيذ تطبخ الأم لتطعم صغارها فنكتب هنا تطعم صغارها نشاط رقم جيم أكمل الشكل كالمثال فهنا أقول لك لماذا تصلي أصلي لأرضي يا ربي طب هنا أقول لك نغسل أسناننا لنحفظها من التسوس إبا نقول لك لماذا نغسل أسناننا طب هنا لماذا تذهب لحديقة الحيواني إبا الإجابة أذهب لحديقة الحيواني لأشاهد الحيوانات طب هنا نغط يمتلك الدب القطبي قدمين كبيرتين لتحمياه من الإنزلاق فالسؤال يكون إزاي السؤال يكون لماذا يمتلك الدب القطبي قدمين كبيرتين إبا الإجابة يمتلك الدب القطبي قدمين كبيرتين ليحميها لتحمياه من الإنزلاق نشاط رقم دان سر ولون الطريق الصحيح حتى تكون قصة بداية بداية القصة سكن المصري حول النيل ليشرب منه ويسق الزرع والحيوان بعد كده ثم عمل بالزراعة وصنع المراكب من خشب الأشجار للون الطريق ليتنقل بها من مكان لآخر عبر مياه النيل بعكد لون الطريق وكان يستخدم شراع المركب ليحركها يمينا ويصارا وظل يعشق النيل لأنه وجد فيه كل سبل الحياة والخير رقم خمسة شارك نشاط ألف صل الكلمة بالوجه الذي يعبر عنها ثم عبر عنها من خلال التمسيل فين السعادة عن وصلها بالوجه الضاحق الغضب بالوجه الغاضب الحزن بالوجه الحزين نشاط بأكتب ما يملأ عليك وبكده كنت وصلنا معكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا لا تنسو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس أصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته